قلق وارتباك وتخبط المفضوح تعيشه ميليشيات الحوثية بالتزامن مع الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر للتفرض ما يشبه حالة الطوارئ غير المعلنة في صنعاء والمناطق الخاضعة لها ونشرت عناصرها منذ أيام في أحياء ومداخل العاصمة صنعاء بشكل لافت الأسبوع الماضي منعت ميليشيات الحوثي إقامة أي فعاليات أو لقاءات أو تجمعات في مناطق سيدرتها خشية من أي تصعيد شعبي رافض لبتشها بالتزامن مع ذكرى انتفاضة ديسمبر وفرضت أيضا رقابة على تحركات المواطنين وضيقت عليهم لم تكتفي الميليشيات بأساليب القمع والتضييق هذه بل رفعت منسوب الاستنفار وسط تهديدات تطلقها أبواق الجماعة الكانوتية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حال أن يتحرك المشهد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي توعد المواطنين في كلمة ألقاها ووجه عناصر جماعته بقمع أي تحركات شعبية واستخدام القوة مؤكدا تخوف الجماعة من ثورة شعبية في العاصمة صنعاء معللا ذلك بالحفاظ على ما أسماها الجفهة الداخلية وخشية الاكتتال بين اليمنيين في الوقت الذي يوجهون فيه أسلحتهم صوب جماجم اليمنيين ويجرونهم إلى المحتقلات نوجه الجميع بردع كل من تسول له نفسه المساس بثوابت الجبهة الداخلية والموقف الوطني من دون أي تردد أو هوادة وتمارس ميليشيات الحوثي شتى أنواع البصش والتهديد بحق اليمنيين وتكيل التهم الباضلة إليهم لزج المزيد من الأبرياء في معتقلاتها السرية وإلجام ثورة تدرك الجماعة نفسها أنها ستلتهمها وتعيدها إلى كهوف صعدة وتعيد لليمن الجمهوري عافيته ومؤسسات الدولة نشاضها من جديد